موسيقى بوم بي او ام بي بوم يعني طافة عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة بس كثرة القلق والهم خر الشباب البوم بوم 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 شباب البوم يا ضحكة والبس مادامة مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة الضرانة وارظهور نوما ننساه شباب البوم داما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان بنا سباب البوم سألت عنا في المسجد وفي الحارة وحتى في دوامة واخدت أراء كل أفراد الوزارة ويقولون إنه كويس حتى هندي بقلتهم هندي بقلتهم يقول إنه يسجد الديون بالدفتر عن الناس اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم يعني الرجال باختصار كاش وطيب وحنون كل هذا ما يهمني ها 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 شاء اللي همت لعني بوبليسيك هذا اللي يسمونا كامل لوصاف لولني بنت خدته الكلام يبقى كلام أنا همشي يكون عنده الرخصة ما بول أنت أنا بعيني شايفة يسوق أكيد مع رخصة ما أقصد رخصة سواقة عجل وش رخصة الرخصة هادي تاخذ من محة القفص الذهبي إذا اشتستها يعني أنت مؤهل للزواج يعني لازمها الرخصة؟ والله هي اختيارية بس بالنسبة لي الزمية جبها أول بعد انت فهم اقعد للرخصة أسمع أعطيك رقم ولد عمي صالح عنده أخت ما شاء الله ممتازة ما تتشرط تعرف تسوي جريش قرصان مرقوق مطازيز حنيني شفت الحالة ذا؟ هي كلام سويتها ما شاء الله يا رجال أتعب نفسك تدري هذي خامس مرة خامس مرة خامس مرة كلهم يبون القفص الذهبي كلهم يبون رخصة كفو وكذا تعلق بالسنارة ولو راح وجاب الرخصة ورجع معناته ميت عليك بيكونش عليك حياتك بس يا اختي لو سحب علي عادي وإذا سحب عليك أعطي وضعية لو كان خيرا لبقى كذا يكتبون في تويتر صح؟ نعم صح بس والله إختي ما يتفوت هاي بنت شفيه كذ قالي فعشان كذا احنا سوينا معهد القفص الذهبي اللي بيقدمهم تأديم وراح نعرف مين منهم المؤهل للزواج ومين اللي بيرتبط فيك كأنثة رقيقة كذا وحساسة ومين اللي جاي يلعب أو اللي أهله غصبينه للزواج وبس وسمعوني أنتوا إياها اللي بتوافق على عريس من غير ما تأخذ رخصة من معهد القفص الذهبي لا تجي بعدين تتبكبك وتصيح ودراما وضربني وعنّفني احنا معنا علاقة كفاية نصب ومكر الرخصة قبل المهر كفاية نصب ومكر الرخصة قبل المهر كفاية نصب ومكر الرخصة قبل المهر ها سمعتوا بإذنكم الموضوع طلعت جد بسيطة يا بويا أخطب واحدة ما تطلب الرخصة يا حبيبي هذا وجه إذا حد قبل فيك كلهم متفقات ويعلمون بعض علينا حتى لو لقيت واحدة ما تشرط عليك الرخصة تلقاها شين ومحد يبيها ويا الله يا الله أحد تزوجها أساساً أحنا مطفرين وموج زواج خلي الرخصة للي مستعد للزواج يا السبك الرخصة تخليك مربوب عند الفتيات حتى لو أنك طفران هي تصرف عليك إذا معك رخصة وش فيك؟ تزوجها وعطها جوها تصرف عليك عامل ممكن أسألك سؤال لح ينعيش بفرق بين الفتيات والبنات يا السلام عليك يا كفتا أتحداك السؤال الوجيه سوف قوله يا عيان ما في فرق نفس الشي السبق يا عيان تدلونا المعهد ما ليش تعبيني الاسمارة هنا؟ تعبيني الاسمارة أحبك أحبك أكثر عيوني يخليلي عيونك أشتكتلي؟ إيه؟ هذا مفروض تقول شوق ما لحد أخ دائما تروح مبالي ش أسوي لك طيب؟ إيه سلامات استرجل أنتوا إياه اشتبي أنت تغازل الشاي ما تقولوا شابي قبل الحلال شي قازلني قاعد يرجع المنهج وأشوف الملخص معي أوه يعني أنت طالب بالمحد إيه يا ابن الحلال غريبة هم يقولون الرخصة لللي توها ما تزوج أنا توني ما تزوجت توني أكون نفسي ليتني لاحق قبل الرخصة وقبل الغفا أوف أوف الشغلة فيهم ذاكره مين جاي من الكتاب دا ولا؟ أبي مثله يا من الحلال وشهور الغسائر في جوالي ستين ألف محادثة واحنا من الكلام دا يا جماعة آسف على التأخير كنت أدور على مش لحبوية ما يحتاج تقول واضح إنه بشتبوك كانسة الأرض كنس ما هو؟ لا أقول ما شاء الله عليك سكبة وطلح حلو تعال صف بس فضل قول لي ما مشكلتك؟ يا بنت الحلال الحين أنا ناجح في اختبار النظافة الرومانسية صح أو لا؟ أوكي وراسب في الكارزما أعيد من أول ليش؟ هذه قوانين المعهد مو بعجبتك؟ طيب أوكي أوكي أنا بعيد الاختبار بس أدبع 500 ليش؟ لأنك رسب طبعاً لا حول ولا قوتها إلا بالله قفة يا رولا الآن جيرانكم وتخلونا نمسك سرا المفروض تعطونا لا سئلة ما عندنا واسطات هنا عامر؟ أوف محمد والله 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 ماذا أخبارك؟ والله الحمد لله ما عندك هنا؟ جاي أقدم أنا رخصة أهه طلعت وتعرفون بعض سبحان الله الطيور على شكالها تقع هي والله نصادقة الطيور على شكالها تقع الزبدة هذا محمد جايخ طبختي وكرشناه أقصد هي كرشتها قالت لا لازم تيجي تاخذ رخصة سمعوني أنتويا أهم شي في الزواج الاهتمام بالنظافة والتفاصيل الدقيقة اهتمام بيش؟ بالنظافة طبعاً البنات أكثر شي همهم اهتمام بالريحة اهتمام بيش؟ بالريحة هذه الخرفة اختبال للنظافة الشخصية تفضلوا بالدور وفا لكم التوفيق هذه الغرفة لتقييم النظافة الأول طبعاً لو اطلعت اللمبة خضرة يعني وضعك تمام وبتسلك لكن لو اطلعت اللمبة حمرة يعني مروح وبتدعوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة uk يا عيال انتبهوا ترى ما يمزح بخشب ما يمزح والله ما يمزح يلا يا ابو يطلعني حمامة مياه طيب طيب يا ابو جاي تتروش هنا تروش بيتكم يا شيخ سريلك بعدين ايدي تريد وتمشي بكتبار الاضافة خد لك دوش شوكوش انت تروح قبلي هيا هيا ايش فيك انا متوتر ماني متوتر انا خايف من صوت البوكس انا زبط تموري اخرف علينا هيا عشو 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 وكمان عشو 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 هيا خليك اشتحت لطال عمرك يلا فضل اقتل ايرو ايه انا اتنا وحن когда انا تترس اه اب día ام يا عمي يا عمي شكرا يا جلبي على الوردة يعني وردة تعطيني وردة اقول لهجد مبنى اللي بختبرك لا تشد حيلك نمسك بتجي مناهر بتعطيها الوردة عدنت واسلوبك اذا خليتها تستحي تجتاز الاختبار يلا وريني شطارتك هذه الوردة اعطيها الوردة مثلك هذا اقل تعذير بس الحب حبيت برافو دوت هالوردة ايش يعني دوت اختلاف لهجات بنغير التست واش هو التستة لاحظة لاحظة اوكي حبيبي انا حامل واشي حاملة ولا ما بوا سنة بقنا مهنة اعلان وحبوبها الحمرة تتلطين هذي وشي زينن هاي 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 شفيك غبي انت لا بس اتحماتت شوية خيتي يحتاج اقول لك النتيجة ولا عرفت لا الشكل عرفتها صفر صح تبون هالوردة دي ولا اخذها برا اللي بعده عموري ابي هدية ايوان عموري وروح عموري وليها الهدية وانا هديتك حياتي لا والله جد في عطر نازل بالسوق وخاطري فيه وليها العطر وانت انفاسك تخون حبيت والله يجي منك يا بطاقية يعني نجحت ايه للأسف نجحت هاي امسك الوردة هاي امسك الباب سلام عليك هات الوردة قال هاي قال اللي بعده لحظة لحظة مو انت عدت الاختبار كم مرة للحين ما اخذت الرخصة يا شيخة انا اللي وعيد مية مرة امشي يشوفك يا شيخة انت اللي مية ناجح 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 موسيقى حاليا ما بقى في التصفيات الا انت ومحمد وعامر وهذه اخر واصعب مرحلة بتدخل المناهل بتسوينها زوجتك وتختبر شخصيتك جاهز؟ ايه جاهز شفيك خايف؟ انا انا بخايف دخليها يلا حبيبي ممكن جوالك شوي ها؟ ليه معطيني اياك اذا؟ افتح افتح الرمز ليش افتح؟ اساسا اساسا ليه في رمز؟ خصوصية بعدين تعالي قد قلتلك افتح رمت جوالك؟ الحي موضوعنا جوالي ولا جوالك؟ ممتها اصلا الزوجة تفتس جوال زوجها؟ انا ما قلتها بفتشة انا قلت عطني جوالك ابي استخدمه جوالي خرب وش تبين فيه؟ ها؟ ها؟ لا تخاف مني بفتح السوارم؟ اهه السوارم على اساس انك قافطة الوضع يعني ما ادري عن سنابك الثاني البرايفت ها؟ وش قصدك؟ عارفة قصدي توقف مرتبك مهزوز راسب بجدارة حبيبي امانة تغيير الحفظة لان انا مرة مشغولة ولازم اطلع الحين لحظة لحظة ما اتفقنا على كذا امسك امسك بسرعة حرام بسرعة بصيح ماذا سوي فيه؟ كل اغراضة بهذه الشنطة حفظات بودرة كل شيء ما حتحت هذا شيء امسك 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 لا ابوكم لا ابو رخصاتكم برضو راسب احنا لسه ما بدينا الاختبار حاب تقول شيء؟ لا 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 بس تكفين الخلافات القديمة حقت الاستراحة اللي هو شاتو هذي لا تدخلينها بنتيجة المحد اكيد طبعا الشغل شيء والعلاقة الشخصية شيء ثاني كافوا والله يا مدير تجيبت لي شاهي افعليك لازم مندلك اسفا اسفا جاك شيء؟ لا لا عادي عادي ما في شيء انت متأكد انت كويس؟ ايه بنت حلال دائما اصلا انكب علي بالبيت لبن وشاهي ما اقول شيء انا جeffectبي عامر هذا كان اختبارك وقلين انت نجحت فيه الف مبروك عليك الراخصة انا ايه يا جلنا؟ غريبة؟ مع اني دايما ما انجح لي من الدراسي لا داعي لا داعي لا داعي أيو عامل 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 اجتنفق شمعة مبروك مبروك يا حبيبي ألف مبروك الله يبارك فيه سي الغالية الله يوفقك أوليد ونلقالك بنتها الحلال اللي تستاهلك وتستاهلها وش اللي نلقالها بنت الحلال بنات الحلال هم اللي يدورونا الحين يا حظ يليتنيك برزي واخذ الرخصة وعرس شف يا عامر أم علي وأم خالد وأم حسين وأم محمد وخواتهم وجيرانهم كلهم يقولون نبي نزوج بنتنا لعامر عجل عطيني ملفاتهم أنا بدرس أوضاعهم وشوفوا ش اللي يناسبني وقل لي لهم بنرد لهم بعد سبوع إن شاء الله أو بعد شهر أوكي والله يكتب لهم اللي فيه خير طب حامر بسألك ماشي محمد معك في المعاهد معليش أختي من معي عامر بلا استهبال ما شفتها إلا شفتها محمد كل ما دخل اختبار سقط ورجع من جديد يعني الحين رخصة المعهد الذهبي محمد ما خداها وخدتها أنت أم حق رخصة والله سلام يا عيال ملا براكم تكلموني كذا مستانس أنت رخصة أي أكيد مستانس شف العروض اللي يجتني مالذة وطاب بيضة سمرة طويلة قصيرة جامعية سيدة اعمال عاطلة موظفة كيرلي ستريت الله لا يحير مسلم حتى من كيرلي خطفوك فقيق يعني كيرلي شاعر زي كذا فلافل الحين بسألك يا عامر حنا يا العيال مشروطين من البنات رخصة وغثة وقروشة البنات من شرط عليهم رخصة؟ هي والله صح هذي شلون رحت علي تكفى يا عامر لا تتزوج وحدة منهم إلا شارط عليها رخصة يا عامر اشرط عليهم مثل ما شرطوا علينا وانت أطلع من الموضوع احنا بنسوي الاختبارات ونسوي كل شيء وما لك اللي عروس مفصل عليك تفصيل تم أجي لهو الملفات سب تقولين أنه سموظفة أيوة طيب لو رجعت يا هاكها اليوم من دوامة سمت أخره ولا أمدات تزينين غدا وعامر جوعان وش بتزينين؟ عادي أسوي أي شيء حتى لو مكراني على السريع أهم شيء عموري ما يدلس جوعاي نسوي يا صيدة جونا خطأ المفروض أنك تجي بي لحبة على الفحم وانت جاية من الدوام هو ما تزوج عشان يأكل من برة عامر جوع وحار وهو فاضي المكارونات أجل أسوي لنا واشا اي لو رجع ذاك اليوم عامر والهلال مهزوم وهو زعلان ايش تسوي ألبس لها تايقل وأولى على البيت كلها شموع وأقول لها أنسى الكورة وغثاها وخليك معايا غلط يا ثقيرة الدم ليش أنا بغير لجو عامر ما يحب الرومانسيات والجو هذا بالعكس المفروض تستفزي وتقول له هارد لك يا بو طاقيق جوّس جو شابي نمتقاعد يمصفين له حقوقه الشباب التالين ما يحبون إلا البنات اللي تستفزهم وتقاشرهم ممكن شيء سم أبشر لو عامر نايم الساعة ثلاث الليل ولدكم مرتفع حرارة الساكتن الأربعين وش بتسوين يا الترتر ترتر اسمع إلا عموري مستحيل بصحي بخلي ينام ويرتاح وولدنا بعطي خافض حرارة وكم مادات باردة ولما يصحى عموري بصلح للفطور الزين وبقهوي وبعدين نودي ولدنا المستشفى هبلة ليش؟ تصحيني من النوت غسمن أله هي يا أمي هذه صحة ما فيها لعب والله لو عرف إنه لولد التعبال وما قلت له يولع في شارك يا ترتر لو عامر دق عليك قالك تجهزي شنطتي بمر أخذها بعد ساعة عندي رحلة وبسافر مع أخوياي إلى أوروبا وش بتسوين؟ بسيطة بجهز شنطتها وبجهز أغراضه كل اللي يحتاجها وقل له رح وسع صدرك مع أخوياك ورح نشتغلك كثير بس بقول له خلي مصروفي وجدد جوازي وأنا بسافر مع صاحباتي زي ما أنت سافرت مع أخوياكم بسط والآن نعلن عن الفائزة برخصة الفتى الذهبي والتي ستتمكن من الزواج من خريج معهد القفص الذهبي الفائزة هي سوزان سوزان أتحداك الاسم البطل مبروك عموري ايه الله لي بارك فيس الحين هذي اللي فازت بالرخصة ايه متأكدين ايه عقبال ما تجيبونا ولا الذهبي يا عيال هذي شينا الجمال جمال الروح وأنا أخوك مو بالشكل يلا شد حيلك ها بي أفضل واحدة جاوبة على سنة مصمم على شخصيك ومزاجك تصويم عقيد مبرشبة مستحيل الجاوب صاحدي لا والله مكشى يا عيال متأكدين هذي ايه تبيها يا كفتا لا ها حتى كفتا ما يبيها ما في عادة لا يلا يا عموري يلا ان اشتركوا في القناة شكرا